السلام عليكم اليوم في هذا الفيديو سأحاول أن أتكلم له واحدة تقنية التي تكون في علم الإدارة لكن أنا سأعطيها لك أنت وتستعملها كشخصي يعني في حياتك لكي تساعد راسك وتعرف ماذا كنت إذن تبع معي هذا الفيديو إن شاء الله أنا متأكد أن هذا المقطع هذا سيكون مفيد بثاف بثاف لحياتك لماذا؟ لأنني كنت أطرح بثافة السؤال من أنت؟ ماذا كنت؟ الذي يقول لك اسميته؟ الذي يبقى مستطوم بالسؤال؟ الذي لا يعرف راسك ماذا كنت؟ ماذا كنت أقصده بهذا السؤال؟ ماذا كنت؟ ماذا كنت ضعف؟ أعرف الأهداف؟ أعرف الفرص؟ إذن هذه التقنية التي تسمى أناليز السؤال التي تحل في علم الإدارة و أغلب الشركات العالمية يخدمون بها لكي تضعوا نقاط القوة و نقاط الفرص إلى آخره لكي تدرسوا السوق إلى آخره لكي تدرسوا الشركات لكي تعرف ماذا كنت؟ وهذه التقنية كيف ترى على الشاشة التي هي هذه تكون من ربعة الخانة كيف ترى على الصورة هنا خانة نقاط القوة و خانة نقاط ضعف و خانة الفرص و خانة المخاطر بالنسبة لكي هي المخاطر لكننا كشخصة تعمل على رأسك نسميها إشكاليات من الأفضل إشكاليات التي لديك في الحياة بالنسبة لكي نقاط القوة نقاط القوة نقاط القوة يمكن أن يكون مثلا يمكن أن تكون عندك من نقاط القوة مثلا وتكلم اللغة مثلا الفرنسية أو الإنجليسية هذه نقطة من نقاط القوة هذه شيء قوية عندك تستطيع أن تحققها في حياة تستطيع أن تكون تلميذ تأخذ البكالوريا و تستطيع أن تقريهم تستطيع أن تقري بإنجليسية أو فرنسية أو المعاهد أو الإسان إذا هذه نقطة قوة خانة مثلا إذا كانت تحقق قيادة مثلا من نقاط القوة مثلا أنك خطير خطير في المعلومات في الانفورماتيك نحن عارفين بأن عفوا أن الانفورماتيك الذي يعرف الانفورماتيك سيواكب العصر سيكون كل شيء تحول الديجيطال سيكون كل شيء تحول الرقمانة هذه نقطة قوة إذا عندك قيدها مثلا نحن أحاول أن أعطيكم 100 أمثلة لكي تفهمه من نقاط القوة أيضا أحد شخص يمارس القراءة انتها تقرأ كتب هذه هي نقطة قوة لأن القراءة ممارسة الكراءة ليست عاجة سهلة لأن القراءة تقدر تكسبك مهارة تقدر تغطيك كثير من الحواج خصوصا إذا كنت من نوع الذي يقرأ في صفة عامة ويقرأ في تخصصه وحب هذا لو كما يقولون من الأفضل سنف الثالث تقرأ في المجال للتنمية الذاتية أو للتنمية المهنية من نقاط القوة يمكن أن تدلقوا عندك واحد الموحيد متفاهم مثلا هذه من نقاط القوة مثلا عندك واحد الموحيد من أباء أخوتك إلى آخر متفاهمين يعني يقدروا يفهموك إلى آخر هذه نقاط قوة من نقاط القوة وعلى فعل في موقف أن تجد تهم نقاط القوة هذا الخانة الأولى ومن الأخرى وهو نقاط ضعف كنت تكلم عن نقاط ضعف من النقاط الضعف امثلة باشتفان باشتعرف سقطها على رأسك ضعف الشخصية ضعف الشخصية هذه من النقاط ضعف إذا كنت ضعف شخصية أنك من الناس اللي ما تقدرش يقول له للآخرين وخاديك قول الله كتضره وليجاك يستغله هذه من النقاط ضعف من النقاط ضعف أيضا أنك شخص لا يواكي بالعصر وخاديك قول الحروف لا يوجد تحول الرقمين أمثلة لا يوجد Architects لا يوجد تح unhealthy شركة العالم طرح الشيطان في المغرب لا يوجد تحويل رقمين إذا stealطط قول الصالة هالك تعتبر لطريقة الضعف أنك لا يحتاج مهارة WETHS لا يوجد تحويل لا يوجد زر لا يوجد تقد versions لا يوجد تقدمل مثلا لديك مهارة من المهارات المطلوبة الان ممكن تقلب تقدر تقيدها في نقطة ضعف ومن بعد تحسنها تطورها في المهارات وطالبها كل شيء في اليوتيوب الحمد لكم موجود الفرص الخانة الرابعة هي الفرص من الفرص التي تقدر تكون عندك احد الموحيد تقدر تعتمد عليه مثلا عندك واحدة من العائلة تقدر تطورك البراء أو عندك مثلا وليدين يقضي يفتحوا لك مشروع يعني عندك واحد الموحيد تقدر تعتمد عليه هذه فرصة تستغل من نقاط الفرص عندك صحابك عندك معارفك عندهم مهارات مثلا تعلم مهارة X عندك اللي يعاونك هذه فرصة إذا فرص ترى الفرص اللي في حياتك اكتبهم قتلنا الخالة الأخيرة وهي المخاطر أو لا أنا كنفطة نسميها ما دم سقط على رأسك الإشكاليات اللي في الحياة تلك مشاكل يقدر يكون عندك أصدقاء سيئ هذه الأشياء المخاطر تهديدات في حياتك إشكاليات يتقدم معهم أو يتقدم معك ما في نفاع اللي يعاون بسلامة نحن في واحد الثمان لباركة لا نقوم نرداء والخواطر مقابل مصلحة نحن تقول لك كيف تفكر في رأسك تفهمنا على هذا ضايع الوقت هذه من المخاطر من الإشكاليات أنك تضيع الوقت أنك غير مسؤول غير مبالي بالمستقبل و لم تسوق ما عندك المستقبل لا تخمم ما عندك أهداف هذه من المخاطر لا يكون لديك أهداف إشكاليات إذن عندك هذه المربعات أو صوت نقاط القوة نقاط ضعف الفرص ثم المخاطر أو الإشكاليات ستحدد هذا ستعرف رأسك بطبيعة الحل يتبعهم بعض الأخرى ممكن نفعلهم في فيديوهات أخرى سوف أعطيك طريقة كيف حتى يخدمون مع الأشخاص كيف نعرف إذا تأخذ فرماسي و و ستكون رأسك برأسك أنا أعطيكم هذا الفيديو و أريد أن ننتقل للمرحلة الثانية مرحبا لا أعطيكم بالمعلومات تلقوا في فيديوهات أخرى والسلامة